أهلا بحضراتكم من جديد بنشيد بربطة الأندية المحترفة عملت حفل كبير جمعت فيه معظم الرياضيين علشان انطلاق الموسم الجديد 2022-2023 الناد الأهلي هيستهل فيه مشواره في بطولة الدوري بمباراة مهمة أمام الإسماعيلي هنشوف مع حضراتكم مشوار بطولة الدوري 2022-2023 قدام حضراتكم هيستهل الناد الأهلي مشواره أمام الإسماعيلي وإحنا بنتكلم عن الإسماعيلي وهو نادي كبير وفريق كبير لكن أحب السنة دي نغمت بقى أن الأهلي يلعب في إسماعيلية والكلام دو نخلصها بقى السنة المباراة مباراة الإسماعيلي موضوع الموافقات الأمنية ده شأن يخص نادي الإسماعيلي الناد الأهلي ما عندهش مشكلة يلعب في أي مكان في مصر الناد الأهلي ما عندهش مشكلة أنه يلعب في أي مكان في مصر سواء في إسماعيلية لكن المباراة مباراة الإسماعيلي لإسماعيل يجيب وفقات أمنية ندلة هلعف إسماعيلية مقدرش يجيب هلع في أي مكان تاني ده الموضوع البساطة علشان الناس اللي دايماً بتلعب على مشاعر الجماهير كلام ده مرفوض السنة دي كل التوفيق إن شاء الله للربطة يكون دوري منتظم دوري جيد اللوايح اللي احنا شفناها والعقوبات كل الكلام اللي اتحط في اللايحة أتمنى إن شاء الله إنه يتنفس نشوف مع بعض الأول عفواً نشوف مع بعض مباراة الأهلي في الدوري طبعاً زي ما احنا شافين إسماعيلي أول مباراة تاني مباراة أصوان دخلية للتحاد الأهلي طلع الجيش غزل المحلة فيوتشر فاركو الأهلي واسموحة سيراميكا الأهلي بيراميدز إنبي والأهلي الأهلي والمصري الزمالك والأهلي الأهلي والبنك الأهلي حرس الحدود والأهلي ويختتم الناد الأهلي مشوار بطولة الدوري بالمولين وإن شاء الله الأهل والمولين يكون فالحسن أتذكر دوري 2019 كان ختام الدوري أو المباراة قبل الدوري كانت المباراة المولين في المشوار الأخير في بطولة الدوري وفاز النادي الأهل بطولة الدوري وكانت المباراة في برج العرب وفاز النادي الأهل وقتها تلاتة واحد إن شاء الله يكون فالحسن النادي الأهل السنة دي استعد استعدات جيد بفترة الإعداد بالصفقات الجديدة مدرب إن شاء الله يكون كبير ويقدر يحط بصمته على العبا زي ما شفنا في أول مباراة ويكون الدور إن شاء الله السنة دي من نصيب الأهل بنشيد ربطة الاندية المحترفة إنها حطت ليحة ليحة علشان كل الناس تعرف اللي ديها واللي عليها دايما نجاح أي مسابقة دايما يكون عندك ليحة ودايما عندك عقوبات علشان المخطئ يعرف دايما نشوف مع بعض الليحة اللي حطتها الرابطة عايز أتكلم مع حضراتكم مع بعض النقاط في الليحة تجمع أكثر من ثلاث لاعبين من نفس الفريق حول أحد الحكام للإعتراض غرام عشرين الفجنية اقتراب أحد اللاعبين وفراد الأجهزة الفنية من منطقة شاشة حاكم الفيديو إيقاف لمباراة واحدة مغادرة المنطقة الفنية للاعتراض إيقاف لمباراة واحدة ده كله سلوك رياضي في الملعب سلوك غير رياضي تجاه الحاكم واحد مساعدية واحد مسؤولي تنظيم المباراة إيقاف أربع مباريات الدفع باليد الحاكم واحد مساعدية أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة إيقاف ثمان مباريات الاعتداء بالضرب على الحاكم واحد مساعدية أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة إيقاف ثمان أشهر عقوبات قوية علشان النهاردة يكون في نظام داخل الملعب مع الحكام زي ما اللايحة جميلة أتمنى إن شاء الله تنفيذ برضو من الحاجات اللي كانت مهمة رش الملعب ودي كانت موجودة في اللايحة الملعب دي كان دايماً بينادي بيها منو الجزيه وقت ما احنا كنا بنلعب من سنة 2005 يعني ما يقرب مثلاً بتتكلم من 17-18 سنة كان منو الجزيه دايماً حريص على رش الملعب المباراة تحت النادي الاهلي دايماً قبل المباراة بعشر دايق ربع ساعة الملعب يطراش عشان ده كان بيدي سرعة في الأداء سرعة في الحركة سرعة في التمرير فده شيء جيد النهاردة هنشوف رتم سريع في المباراة فده برضو من الإضافات أو الحاجات التفاصيل الصغيرة المهمة جداً اللي كان حريص عليها ربطة الاندية المحترفة